عندي نقطتين في غاية الأهمية تاني بعدهم منطقة المتوسط وحقول الغاز القناة السويس الولع التاريخي اللي تركيا في السيطرة عليها من أيام الدولة العثمانية عايزة ترجع تسيطر عليها فيما يسمى بإقليم قناة السويس وما يقوله بسكوك إسلامية من قطر وبرضه مين اللي وقف فيها برضه عبدالفتح عزيزي هيحبوه؟ لا عايزينه يختفي عايزين نجيب أربع محطات بدون عتز مطر ومحمد نصر ومين ومين مش كفاية دول مش كفاية ده احنا عايزين تاني والجزيرة والعربي وهات 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 مئات المراكز البحسية وقطر بتصرف عشان نضمر البلد دي من خلال التخلص من هزة الرجل دي قصة طيب وبعد كده ايه؟ لما انتصرنا في معركة الغاز في المتوسط وانتصرنا في معركة قناة السويس واصبح الان محور قناة السويس بيرأسه الفريق مهبميش فخر المؤسسة العسكرية المصرية والبحرية العسكرية المصرية يبقى احنا انتصرنا في معركتين معركة الصعود صعدنا ورجعنا القارة الافريقية تاني وبقينا مسكين القارة الافريقية رؤساء الاتحاد الافريقي وشفنا كيف كان وجه مصر الافريقي مشرقا وشفنا كيف تم الاستعانة بافكار مصر وتجربة مصر في ميونيخ في الامن وشفنا كيف يتم التعامل مع عبدالفتاح السيسي في المانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي الامم المتحدة شفنا الصعود المصري شفنا المحاور المصرية شفنا كيف يتتنافس القوى الدولية في الصين وفي روسيا وامريكا واوروبا على صداقة الدولة المصرية اللي بدأت تضع اسس جديدة للصداقة على اساس المصالح المشتركة كل ده صعود أدى في النهاية إلى أن الأوروبيين أوروبا بكامل تشكلها الدول الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 28 دولة أوروبية يجولك عندك في شرم الشيخ عشان يستمعوا إلى ما تقول عشان يتابعوا ويشوفوا ويدرسوا تجربتك في مكافحة الإرهاب تجربتك في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجربة النمو المصرية والتنمية المصرية والإصطاح المصرية هذا الرجل الجريء اللي بيعمل ده كله في وقت واحد حارب إرهاب يحارب فساد يحارب إهمال يصعب بمصر في كافة المجالات إفريقيا وأوروبيا ودوليا إيه؟ لا اللي حصل في شرم الشيخ كان نقطة فاصلة ليه؟ لأنه أردغان كان بيعتمد على اتزاز القارة الأوروبية في مسألة المهاجرين بـ 500 مليون دولار 500 مليون يورو شهريا نصف مليار يورو بياخدهم زي ما بياخدهم البلطاج بتاع زمان أو الفتوة بتاع الحيتة الفتوة كان أردغان الضابط بتاع المنطقة شرط المنطقة كان أردغان يقول له ما تدفعوا ولا سيب المهاجرين يقول لكم وعامل شوية معسكرات في شمال سوريا حاطت فيهم في شمال تركيا حاطت فيهم السوريين المساكين الغلابة وبياخد عليهم بالرأس بيتاجر بيهم تجارة باقع الصمية القديم باقع البطيخ أردغان باقع الصمية أردغان لعب الكرة الفاشل أردغان اللي بيتاجر بالدين أردغان بيتاجر بيهم وبياخد على كل رأس بياخد عليهم 500 مليون يورو شهريا في السنة لقد إيه 6 مليار يورو بياخد 6 مليار يورو وأنا بقول اللي حصل في شرم الشيخ بيمثل نهاية تعاقد مكتوب أو غير مكتوب بين الاتحاد الأوروبي وبين أردغان رأى أردغان إنه خلاص أصبح عاريا أمام الاتحاد الأوروبي ابتزاز أردغان لأوروبا انتهى في شرم الشيخ مزقت العلاقة الابتزازية بين أردغان لأوروبا في شرم الشيخ هاجأ أردغان ما جاء أردغان فقد عقل أردغان بدأ في خطابه وفي حواره مع سنن يتحدث بحديث لم يسبقه لأحد من الزعماء بيتكلم بيقول أنا لن أقابل عبد الفتاح السيسي إلا إذا كان هناك شروط وهو الإفراج على محمد مرسي ورفاقه وإحنا قلنا له في حينه ومن طلب منك أن تلتقي السيسي وهل طلب منك السيسي أن تلتقيه لا يشرف رئيس مصر ولا يشرف شعب مصر أنه يلتقيك أنت بتقول أنت بتحب الشعب المصري وأنا بقولك أنت كذاب وإنت بتقول أنت بتحترم الشعب المصري بقولك أنت كذاب والشعب المصري يبادلك العداء بعداء يبادلك تطاول بتطاول يبادلك الصفعات بصفعات وأنا أقول للناس أردغان اعترض على إيه في سي إن إن اعترض على أحكام الإعدام اعترض اردغان على احكام الاعدام قال ايه قال ده نعم في شديد قال ده ظلم شديد ليه مصر مستمرة في تنفيذ احكام الاعدام يعني هو ضد احكام الاعدام يعني عنده انا بسأله بسأل الناس اللي معاه اليس القصاص امر من امور الله اليس القصاص في القرآن ولكم في القصاص حياة يا قولي الالباب اليس امرا الهيا اليس اية من ايات الله لم تنسخ ولم تلغى ولم يأتي عليها تغيير ولم يكن هناك اختلاف في التفسير ولكم في القصاص حياة يقولي الالباب اليس هذا دين اليس هذا دين انا بسأل يا خليفة المسلمين يا خليفة المؤمنين يا خليفة الخرفان انا بسأل وبقول لكل الناس اللي بيقروا في الدين هو القصاص الاوروبيين عايزين يلغوه عايزين يلغوا الاعدام ولغوه هم محرين هم عندهم مبادئهم وعندهم اخلاقهم لكن انا بقول تاني هلغي حكم من احكام الشرع حكم من احكام الدين هما اباحوا زواج الرجل برجل والمرأة بمرأة واردوغان وافق على ذلك وافق اردوغان على الغاء حكم الاعدام لدخول الاتحاد الاوروبي وافق اردوغان على زواج الرجل برجل والمرأة بمرأة من اجل دخول الاتحاد الاوروبي ورفض في النهاية وطورد في النهاية اردوغان اللي بيهاجم مصر لتطبيق حكم الاعدام هو نفسه في 2016 كان بيطالب بإعادة أحكام الإعدام مرة أخرى أردغان نفسه نفسه يا مؤمنين يا موحدين أنا لا أأتي بشيء من عندي أنا أقول أن هذا الكذاب يتاجر في الكذب يتاجر في هذه الأجواء المشحونة بأكاذيب وأضاليل لكنها مخططة بيهاجم مصر عشان بتنفس حكم الإعدام دهجومه وأنا بقول له لا ده حكم الإعدام والقصاص أمر من أمور الدين وكمان أنا بفكره هو بقول له أنت نفسك في 2016 طالب بضرورة عودة أحكام الإعدام مرة أخرى